طيب لو أنا في قلبي حقد وغل لشخص ما لكن بعمل أعمال صلاحة تانية هل تقبل مني؟ عندنا حاجة اسمها الجهة منفكة عندنا حاجة اسمها تفريق الأحكام يعني تفريق الأحكام يعني واحد بيجي يسألني ويقول لي أنا بصوم بس ما بصليش أقول له صلي ما قولوش ما تصومش ما قولوش أن الصيام بتاعك مش مقبول مصبوط عندي واحد بيصلي ويقول لي أنا بص أنا ما بصومش أنا موضوع الأكل دوت ما بصومش أقول له حاول أنك تصوم ربنا يكرمك طب الصلاة بتاعتي الصلاة بتاعتك دي حاجة لوحدها ملهاش علاقة بالصيام وإن شاء الله الصلاة بتاعتك مقبولة كذلك أنت بتعمل حسنات هتاخد حسنات على ذلك لكن النبي بيحذرك تحذير مهم جدا بيقول أتدرون من المفلس؟ قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع قال المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصيام وصلاة وزكاة ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا وضحك من هذا أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته فإذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار والعياذ بالله فنحضر كل إنسان أنت ممكن أن تعمل حسنات وتأخذ عليها ثواب كبير جدا لكن ممكن بالأعمال السيئة الأخرى يأخذ من سيئاتك وأسوأ شيء يعمل للإنسان أن يدي حسناته لوحده يكرهه يعني لو الإنسان هيهب حسناته يهبها لأبيه يهبها لأمه يهبها لزوجه يهبها لأولاده إنما يهبها لعدوه طب ده أنت لما حتحقد عليه وتحسده وتتكلم عنه بسوء أنت تهب وأعز ما تملك في هذه الحياة الدنيا الحسنات اللي حتدخلك بعد كده الجنة ترجمة نانسي قنقر